الأجيال الجديدة يمكن ما عاشتش لحظات كتيرة قوي كلنا عشناها ما عاشتش ألعاب كتير لعبناها، أوقات حلوة قضناها تفاصيل صغيرة يمكن أجيالنا والأجيال اللي أكبر مننا شوية يفتكروها الأجيال الجديدة كلها عايشة في الجو كله إلكترونيكس، كله سوشال ميديا حسن ده مأثر قد إيه في الفرق ما بين الأجيال اللي حضرتك شفتيها وعشتيها وما بين الأجيال اللي موجودة دلوقتي طيب هحكي لحضرتك حاجة بسيطة أن أنا حرست في الكتاب أن أنا أكتب ألعاب موليد السبعينات والثمانينات وهي كانت ممتدة لأجيال زي ما حررتك ذكرتي قبلنا حرسي لده لأنه نوع من أنواع التوصيق والتسجيل يعني كنت حابة أن أنا أسجل الأنسر بولوجي للمكان والموقع وكمان للطبيعة الحياة علشان ده مهم بما فيها حتى الميزانية والحدود وأبين الشراقة والإنسانيات مهمة إزاي لأن إحنا بنعاني لو في معاناة حاليا وفرق أنا لمساه من خلال أولادي والحمد لله حرست أن ده مبقاش موجودين وهم كده فعلا بقت الشباب والأطفال الأصغر عايشين في بابل قوقعة هم بيكونوها سواء في محيط سكنهم من خلال الكمباوندات ونادي معين ومدرسة معينة بقت بيئة محددة مغلقة عليهم بتفصلهم شوية عن الاندماج في المجتمع ده من أخطر التحديات لأنه بقت في مجموعات مستقلة متباينة كل مجموعة عارفة بعض لكن مش عارفين الحياة بشكل عام ما بقاش فيه الاهتمام بالمشاركة المجتمعية إنه هما يبقوا الألعاب كانت جماعية إحنا كنلعب الأولى ونط الحبل والسوبيان يلعبوا البلي ويلعبوا النحل كل ده كانت بتتطلب مشاركة أنا سعيدة مثلاً جداً دلوقتي بعودة ألعاب حركية زي البادل حلو جداً إنه ننزل ونتحرك ففيه موجود بس محتاج مشاركة ومحتاج اهتمام من إحنا كأسر إنه نحرس على مشاركة ولادنا في الظواهر دي ونبقى مسع الوقود وليه صحيح ما نلومهمش نشاركهم نعيش معاهم نقعد على الأرض زي ما إحنا كنا بنعلم نعمل نلعب كوتينة ونلعب دومنا ونلعب طاولة نلعب حتى ألعبهم نتعلمها بالضبط إلكترونية كويس نتعلم نخليهم يعلمونا نتعلم ونشاركهم نقعد معاهم ونسمع منهم ونقعد معاهم حتى هما وأصحابهم يعني أنا كتير أحب بعض مع ابني وأصحابه أسمع منهم وأسمع حكاياتهم وأعرف حتى إيه الشقاوة اللي بيعملوها جداً أعرف إيه تفاصيلهم عملوا إيه في المدرسة عملوا إيه النهاردة في النادي بيتكلموا في إيه إيه الحاجات اللي بتضيقهم طب إيه الحاجات اللي بتفرحهم أحياناً كده بتحب إنك كمان تصغري معاهم وتلعبي معاهم ألعبهم بيعكس على الارتباط ما بيننا وما بقاش فيه جزر منعزلة دي أخطر حاجة أيوة كل واحد فينا اللي عنده ماسك على الموبايل أو على الشاشة أيوة منعزلين تماماً كل واحد في مكانه أنا أحياناً دلوقتي مثلاً بعمل ده حتى لو إحنا كل واحد فينا في مكانه ونتفق إن إحنا هنتفق على المسلسل ونقعد نعلق لبعض إحنا شفنا الحلقة ودي أخبارها إيه فمع التقدم ومع التكنولوجيا إحنا ما ينفعش نبقى عكسها ونحاربها لكن من خلالها نقدر إن إحنا نخليها قدال التواصل بدل تبقى قدال الإنعزال بالزبط 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 إن إحنا نستخدمها إن إحنا نتواصل ما بيننا وما بين بعض نتفرج كلنا مع بعض على الحاجة واحدة نبقى كلنا متبعين حاجة واحدة أحياناً ممكن نلعب نفس اللعبة يعني ولو غير كده كمان إن إحنا نقعد نتكلم مع بعض ده بيخلق مساحات مشتركة وبيبقى في حوار لإن أكتر حاجة خطر إن إحنا نبقى جزر منعزلة الإكتئاب والوحدة ما بيجيش غير من إن إحنا من افتقاد الحوار لكن لما وعلى فكرة أولادنا بيفرحوا جداً جداً وبيقوموا احتاجلنا أحياناً كتير لما بنتي أو ابني بيكلموني وأكون أنا شردة سواء في الشغل أو في هموم الألم بل إيهم هم مش عايزة أقولك ده بيعن عكس عليهم سلباً أدي على العكس لما يلقوني أنا معاهم بكل جوارحي واهتمامي زي ما بنقول عليه وقت لي جودة يعني أنا مصغية ليهم باهتمام أنا مشاركيهم في تفاصيلهم بيسمعوا جداً مش زي ما احنا متفايلين وأنا بتعلم منهم حاجات كتير لأن الجيل ده متفرد واتعلمهم من التكنولوجيا وعقلهم متطور وعلوم حديثة تلقوها وبقوا مياخدوا من العالم كله خبرات فمهم إن احنا ده يحصل صحيح